هاوصف لكم بعض علاجات سريعة جدا جدا عشان تعالج البرد في نص ساعة خليك معايا بص معايا كده. دلوقتي عشان اعالج البرد لازم يكون عندي امل. يعني عندي امل يعني عندي امل يا خيف. يعني عندي امل يعني اقدر عدي الدور ده. انا اقوم الفيروس. اقوم البكتيري. اقوم الجن الازرق. لو انت عندك اليقين ده هتبقى كويس. زي واحد ماشي بالشارع. لو هو حاسس نفسه ان هو اقوم من الكلاب مش هيخاف من الكلاب لما تهوهو. لكن هو لو خايف من نفسه وما بيخافش من ربنا اصلا ومترعش واي كلب يجري عليه هوهو واي كلب يهوهو يجري منه هو مش هو مش حاسس بالقوة ولا حاسس بالامان. ولا حاسس ان هو خليفة الله في ارضه. ده خايف من كلب وخايف من صرصار وخايف من فارو وخايف من العطلين خايف من كل حاجة. ماشي مرعوب. في ناس عايشة كده اه اللي ما بيخافش من ربنا بيخاف من كل حاجة. واللي خايف من ربنا بقى وعمل له حساب. هو قود مين? قود الله. يبقى انت قود مين بالله? جاي الايوة دي من اين? من عند ربنا. طيب تعال ان بص كده ازاي نزرع الامل. وريني كده مغير. زرق الاحباط واليأس. زرق الاحباط واليأس. يعني ربنا سبحانه وتعالى ابتالنا بزمان كنا بندرس في كتب الطب القديمة ابن سينة وبن النفيس وكتب دي. ان اهم حاجة في المريض ان تزرع فيه الامل في الشفاء. يعني كانت زمان الحكيم تروح له عندك اي حاجة? قول لي لا 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 انت زيل حصان. في الفقه عني لك طهور ان شاء الله طهور. يا رجل هتقوم تجري يا رجل انت زيل فمعندكش حاجة. ده ده الطب القديم. فالطب القديم اديك جرعة امل. لا 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 اللي عندك مش موجود يعني. الوهم ده. يعني واحد جالي مسلا اه زعل كده فلما زعل دخل حمام اه تبرز دم. راح المستشفى هنعمل منزار ونعمل اشاعة مقطعية ونعمل ونعمل. فلما جيه وقلت له هي انت بجيه دم واستمرار قال لي لا. قلت له طب قبل الدم ده كان حصل ايه? قال لي انا زعلت جدا فلما زعلت تقريبا ضغط ارتفع في ايه? ففاوت دم. طبعا لما يبقى الانسان زعلان لزعلة. وانه حصل ان الضغط زاد شوية فنفس من حتة معينة. من منخيره من زوره من الشرج من الرحم. دي مرة وعدة. لكن امتى لازم اعمل منزار ولازم اعمل اشاعة مقطعية ولازم اعمل لازم 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 لما يكون ده متكرر يا جماعة. يعني كل ما بخش الحمام اجيب دم. ده مستكتش عليه. صح? يبقى انت لازم تعرف تطمن اللي قدامك تقول له امتى? لازم تروح تعمل تحليل واشاعة. لما الموضوع متكرر معاك. صور في ظهر ليل لا نشوف في ايه بقى? واضحت. لكن لو مرة وخلصت. خلاص. فعايزين اقول انه مثلا انت بتزرع اليأس والاحباط. كان زمان يعني تروح لحد تقول له مثلا اه مريض ده عنده القلب. خلي بالك. يتعمل اسطارة يا دعامة ها? ده هتموت. ده زرع في ايه ده? زرع في اليأس. واحد تاني رايح عنده قلم في كلا وعمل وظائف كلا كلا عالية. الدكتور بيقوله خلي بالك. يتزرع. يتغسل. يتموت. لدرجة ان واحد بيقوله الدكتور تغفر ربنا. قال ربنا على المصطبة برا. ما عندناش في الطب ربنا. ربنا فين? ما عندناش في الطب ربنا. انت تزرع يتغسل. هاخد منك فلوس انت بتقول لي ربنا ايش فيني? نعم? لا ملحد مين يا بيه ده كلهم على كده? ملحد مين يا حبيبي? يقولك ربنا برا على المصطبة. احنا هنا ينزرع ينغسل يتموت. ان حصلت مشكلة ايام الكورونا. ايام ما كان فيه عزل. واغلب المستشفيات اتحولت الى عزل كورونا وباء. ففي مستشفيات كتير متاعة الكلاة تاخدت. فلما اتاخدت الناس اللي كان بتروح تغسل. ها? مش لاقي مكان. فحصل ان الناس كتير من اللي بيغسلوا كلا ماته. ما فيش مكان. الوباء ما للدنيا. وبالمناسبة الوباء ليس الشغال. وبندور للمرضى على مكان مش لاقيه. ما علينا. يبقى لو انتم يتزرع يتغسل يتموت. انت عملت ايه فيه? انت دمارته. انت تعرف وصلت الجلسة بكم? كان فيه بعض الاماكن بتغسل غسيل خاص. يعني الحكومة بتغسل ببلاش. المستشفيات الحكومية تغسل الكلة مجانة. عارف لما راح يغسل والله العظيم فيه مستشفيات غسلت باتناشر الف جنيه للجلسة. اللي كانت ببلاش. واللي كانت في قطاع الخاص ب الف جنيه. يعني مستشفى خاص. المستشفى الخاص بيغسل بالف جنيه. لما جات الازمة والمرضى زادوا مفيش اماكن. بقت الجلسة باتناشر الف جنيه. اللي هيغسل تلات مرات ده يدفع عدي ستة وتلاتين الف في الاسبوع. شفت احنا وقدينا الناس فين? شفت احنا وقدينا الناس فين? فزرع الاحباط واليأس يموت الناس طبعا. دي كده ما توجد له امل يا اخي. عشان لما يحصل وباء ولا تحصل نيه لا. ولا المستشفيات كلها تتحول عزب. الناس مش هتموت منك. بقى اللي ما ماتش بالوباء. هيموت بالفشل. هيموت من اليأس. طبعا الامل بيحقق المستحيل. ليه الامل بيحقق المستحيل? يعني انا حضراب لك سريعا كده الامل بحقق المستحيل ازاي? النبي عليه الصلاة والسلام لما كان خارج من مكة الى المدينة. خلاص هو ابو بكر معهم دليل. وخرج وراءهم قريش. وما لحيتقومش وما شابتقومش. بس جري واحد سريعة واو كان اسمه ايه? كان اسمه سراقة. سراقة ده حضرة النبي عليه السلام لما اشار اليه غاصط ايه? قدم فرسه. يعني غرس في الرمى. وقال للنبي ايه? اطلقني. فاطلقه. ثم عاد يجري وراءه. فاشار النبيه للفرس فغرست. فقال اطلقني. خلاص? تالت مرة يحاول تاني غرس. فقال له بص ارجع ولك اساور كسرة. ارجع ولك اساور كسرة. كسرة ده مين? ده ملك الشام. ملك الروم كان اسمه قيصة. خلاص? او ملك فارس. فكان زمان قوتين القوى العظمى فارس والايه? والروم. فقال له ارجع ولك اساور كسرة. بيلاه عليك في واحد خارج هربان خايف والناس بتجي وراه. تقول له ارجع ولك اساور كسرة يعني انت هتملك ملك كسرة. وبتوعد الراجل ده بتدي له الاساور. المهم من التاريخ بيحقق هذا وانه آآ النبي عليه الصلاة انتهفاه الله بعد الغزوات وبعدين تولى ابو بكر الصديق. وبعدين تولى عمر بن الخطاب الخلافة. وبعدين حدثت معركة بينهم وبين آآ فارس فانتصر المسلمون. وحصلوا على الذهب الكبير والاساور وكده ورجعوا به كله الى المدينة. اللي رجع ابيه كان واحد آآ من الاعراب المسلمين يعني. وكان معاه ثلاثة جمال محملة بالذهب واليقوت وهو. فهو ساب الجمال دي كلها محملة واعطاها للخليفة وراه الخلاق. فسيدنا عمر بقول له اتدري ماذا كنت تحمل انت عارف كان معك ايه? انت كان معك اغنى كنوز على وش الدنيا. عارف قال له ايه الاعراب الجميل ده المسلم? قال له لو نفعت غيرها او لو نفعت صاحبها ما وصلت اليها. هي لغاغة من لغاغات الدنيا. حاجة كده انتم تتخنوا عليها. ولو نفعت صاحبها ها? ما وصلت اليها. المهم انه سيدنا عمر قال اين? اين سراقة? تعال اخذ الاساور. سراقة ده كان الرجل يعني عجز كب تعال. مين اللي وعدك بالاساور دي? النبع الصلاة. اهد الامل. النبع الصلاة كانوا محاصرين في غزوة الخندق. وبيحفروا بقى اللهم ايه? لو لانت مهتدينة ويحفروا وجات صخرة عظيمة. قالوا النبي عليه الصلاة اضربها انت يا رسول الله يجي النبي عليه الصلاة يقول الله اكبر فتحت الروم. الله اكبر فتحت فارس. الله اكبر في حد هو محاصر وناس كلها يعني عليها تموته. واليهود كشفوا ظاهره كمان. يعني خيانة. وتقول له فتحت الروم وفتحت آآ قيصر وفتحت كسرة. ده الامل. وهو بيعمله كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم خلي بالك اليوم بعد اليوم نغزوهم ولا يغزونا. دي اخر حاجة يا جماعة. ده اخر الفيلم. اليوم نغزوهم ولا يغزونا. اللي انا عايز اقوله في الامل النبي كان بيزرعوا ده. ايه ده? يعني زي ما اقول امرأة تعد ابنها ليكون بطلا. ليكون قائدا. احنا قمة الامل عند حد عندنا. ان شاء الله يبقى مهندس. ان شاء الله يبقى يعني شيف. وبدلا ما تقوله تعالى يا شيف. بدلا ما يعني. ها? زي بتاع التوكتق. كل شوية توكتق. وانا ماشي. يا توكتق. اقوله نعم. بحسبه اقوله يا دكتور. فلانه في ناس لادغة. فبتقول يا توكتق. اقوله نعم. فالمهم ان الامل بيحقق المستحيل. هل انت عندك امل? هل في حد من اهلك زرع فيك امل? ده في اهلي بتزرع اولادها الخيبة. يا ابني خلي بيقى لك امشي جنب الحيط يا ابني. يا ابني مش عارف الحيط اللي هودان يا ابني. يا ابني خيبة اهلك يا ابني. في ناس كده عرة. غير. متى ايأس? المؤمن لا ايأس ابدا. ابدا. سيدنا سيدنا موسى عندما يعني حسر وكان زي ما قلو العدو خلفه والبحر امامه. فاصحابه قالوا. انا مدركون خلاص. ضعنا. ضعنا يا جدعان. خلاص بقى? اهو العدو ورانا هو البحر قدام. ينغرأ ينموت 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 ينموت. قال كلا. انا معي ربي سيهدين. في حد يقول كده في في الدنك. كان في واحد مرة كانوا راجبين اه كانوا ماشيين يعني في رايحين مسافرين. فلا واحد قاعد مع ميزان. فما فيش جنبه بضاعة. فبيقول له انت بتبيع ايه? قال له ببيع حكمة. قال له حكمة بتتبعها. قال له ابا ببيع حكمة. قال له طب اديني حكمة كده بمية دينار. كتاب له ورقة كده ومن يتقي الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيثه لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسب. ان الله بالب امري قد جعله كل الشام قد. بمية دينار اه. ومية دينار ايه دهب. مش ورق زي بتاعنا ما يجيبش حاجة. الراجل خدي قال له عن بيها ايه دي? قال له لما تتزنق وتبقى في موقف صعب. قاعد قولي الاية دي. تقول ايه بقى? ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ورزقه من حيثه لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ان الله بالب امري قد جعله كل الشام قد. تقدر تقول الاية دي لغاية ايه? لغاية ما ربنا يفرج عليك ما انت فيه. فالمهم ان الراجل ده ركب ركب السفينة مع الناس وهما ركبين في البحر. الموجة علية قوي. ونزلت وعليت ونز خلط حيغرقه كله. السفينة بقى فيها جي خمسميت بناء ادم مسلا. فالمهم ان هما لقوا الراجل ده قاعد كده عملوا له ومن يتقي الله يجعل لهم اخرجا ومرزقه من حيث ولا يحتسب. وما يتوكل على الله فهو حسب ان الله بالي وامري قد جعله لكل الشام قدر. فهم قالوا له انت احنا بنغرق انت بتعمل يقول لهم انا معايا حاجة اللي بيقولها ما بيغرقش. طب احنا عايزين الحاجة دي يقول لهم لأ دي باتنين دينار. باتنين. دينار تدولي دلوقتي ودينار لما نوصل. كل واحد حط ايه دينار? وقعدوا كلهم جنبه. يقولوا ايه? ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ورزقه من حيث ولا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ان الله يبالغوا امري قد جعله لكل الشام قدر. المجهدي. ناس واسقة من ربنا. والمركبة وصلت. ها? يدلو يدلو خمسمية دينار وهم عادين ولما وصلوا يدلو كام? خمسمة. يبقى اخد كام? الف. صح? حد يقدر يعمل كده? يعني لو انت قلت الواحد ومن يتقي الله يجعله مخرجا ورزقه من حيث ولا احتسب. ينفع? فاذا انت لو يقزت من رحمة الله في اضيق الظروف تموت. ولو كل واحد فينا دور في حياته. اني كان في حياتي مواخف صعبة جدا جدا ربنا فكها. هتقدر تبص في الناس الامل. ولو بسيت في الناس الامل انت اعظم انسان في الدنيا. اعظم انسان في الدنيا نبي محمد لما كان بيبص في الناس الامل والطموح. ساعات ناس بتاكل ميش وجبنة قديمة وفسيخ ورنجة واكل معك في نقولك الحمد لله يا رضا. رضا ايه يا رحمة? رضا ايه? احنا امرنا لما نيجي ناكل اي اكل دون اللهم مبارك لانا فيما رزقتنا وارزخنا خيرا منه. الا الا العسل واللبن عشان دول طعام اهل الجنة. لكنها عندنا ناس بترامرم بيأكل شبسي وشوكولاتة وقولك اه لا احلام احلام المدمرة والفشل الكلة والسرطان ها? واشرب تخسل اشرب تخيب انت واهلك. وعد يعني. وكان زمان بيحذروا الناس من الاكل الفاسد. دلوقتي ما عندناش اكل الفاسد. احنا اللي بقنا فاسدة. فطبعا الامل عند ربنا سبحانه وتعالى موجود حتى لو انت بتموت. حتى لو انت بتموت. النبي عليه السلام قال اذا قامت القيامة وفي يدي احدكم فسيلة يعني نخلق ان استطاع ان يغرسها فليغرس. يعني مأمورين بالغرس ومأمورين بالزرع. ان عندنا اولاد وبنات كل ما يلاقوا زرع يخلعوها. وكل ما يلاقوا شجر يقطعوه. اللي بيقطع شجرة يروح في دهية. فالامل موجود ونزرع الامل حتى لو الناس بتموت. دخلت على انسان. بيحتضر بيموت. لا 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 تبقى زي الحصان ان شاء الله تقوم زي الفن. لكن واحد يقول له ايه هو ده يا اللي عندك ده يا حج كان عنده والدي ما تخملش نص ساعة ومات. طبعا لو انت قلت له كده انت مودت وليه كده? زي الناس بتعالج من اشاعي وكما يقولك ايه? لانا عمي خد الاشاعي خمس جلسات ستة مات. تود ديها الكلام? ارجع ولك اساور قسرة ولك اسور كسرة. وده قالها النبي محمد. لمين? لسراقة. خلي بالك. ها? امل ده ولا مش امل. غير? الامل في شدة الضيب. والكذب يوم والايه? يعني والانسان بيبقى عنده قدرة على تصديق نبي حتى في حفر الخندق. ما كانش فيه كذب خالص والله. لكن على الا حال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعز الناس ها? في شدة الضيق بالامل. واحنا عندنا بقى ايه? ضاقت فلما استحكمت حلقاته وايه? بس انت واضح انها تفرج. الله صلى الله عليه وسلم لو ما فرجتش يعني تعمل ايه? هي ضاقت 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 وبعدين? ما حاجة من اتنين. يا اما يا اما انت تموت يا اما هي تتحل. يعني زي الراجل اللي كان بقول اشتدي ازمة تنفرجي اشتدي ازمة تنفرجي ها? قاعد يقول اشتدي ازمة تنفرجي تلغيت له هام اكت طيب غير.